تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الديوان رئاسة اليوم النسخة الثامنة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك 2022 بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنك ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير التسامح والتعايش وحضر سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان جانبا من جلسة حوارية ضمن فعاليات افتتاح أدبك 2022 شارك فيها نخبة من قادة قطاع النفط الدولي هذا ويمثل أدبك منبرا يجتمع فيها الوزراء وقادة الطاقة والمهنيون لمناقشة وتحديد الفرص التي تحقق قيمة جديدة في مشهد الطاقة العالمي وتنعقد نسخة هذا العام بمشاركة أكثر من ألفين شركة عارضة إضافة إلى ثمانية وعشرين جناحا للدول المشاركة وتستمر فعاليات هذه النسخة إلى الثالث من نوفمبر الجاري ترجمة نانسي قنقر